اشتركوا في القناة 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 على العمود تحت البلية او الترس بيتكون من خوصتين الخوصة الواحدة طولها 16 سنتي نفس السمك 5 ملي ونفس العرض 28 ملي ولي احنا عملنا الخوصة كده عمودية ما هياش ميلة زي هنا تبقى الخوصة كده لان فيه المفروض الخوصة دي بتركب جزئين على العمود فمش هينفع انها تتعامل بالعرض الا لو انا قدرت يعني افتح فيها مشقبية ومش هتبقى قوية هتبتني معايا مش هتستحمل العزم اثناء سحب البلية من العمود او الترس فهم هيبقوا اتنين قصة بعض زي كده هنعمل هنا هنسيب برضو من الطرف من هنا 2 سنتي ومن هنا 2 سنتي وهنعمل هنا نفس التقبين اللي عملناهم هنا 5 ملي عشان المصمار اللي هركب فيها اللي 4 سنتي سن 5 ملي اللي هو بيتفك بمفتاح 10 الخوصة دي اقدر ان انا اكبرها او اصغر مقاسها على حسب الحاجة اللي انا بسحبها من العمود يعني لو انا مثلا بسحب بلية كترها 6 سنتي غير لما اكون بسحب بلية مثلا كترها اكبر كل لما البلية تكبر كل لما احتاج اطول الخوصة اللي هتبقى تحت دي عشان ان انا اقدر المسامير بتاعتي اللي في الاجناب دي تكون ابعد من البلية احتاج ان انا اكبر المصمار اللي في السنتر وبالتالي هحتاج ان انا اكبر التقب اللي هيبقى هنا علشان المصمار يعدي فيه لما باج اركب انا بفك المaction تمام تمام بخلى الخوسة تمام اعتبر ان ده العمود وده البلية اللي انا عايز اخلاعها فانا بركب بجيب المنجلة بحطها حيث ان العمود يبقى جوه الخوسة اللي تحت دي الصغيرة وبركب عليها الخوسة التاني بنفس الشكل ده بقفل على العمود كويس جدا تمام كده العمود هو الخوسة حتة واحدة لما باجي بقى علشان اعاوز ازوق العمود باستخدم حاجة من الاتنين او الاتنين باستخدمهم مع بعض باستخدم 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 المصمرين اللي في الجنب دول باستخدم 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 الصمولة هتلاقيها بتزوق الخوسة اللي تحت مع العمود طبعا الخوسة بتبقى سامدة على البلية فانا لما بزوق العمود كده الخوسة هي ماء ممسوك لان المسامير دي مربوطة كده والتاني برضو نحية التانية فنكون ربطين المسامير اللي في الأطراب دي بيبقى المصمر ده في السنتر بتاع العمود اللي راكب عليه البلية او الترس وده بيكون مربوط برضو المصمرين دول الأطراف بيكونوا مربوطين والمصمر اللي في النص بيكون على سنتر العمود اللي أنا عايز اخلع منه البلية او الترس وبتكون البلية ركنة على الخسطين اللي تحت دول والخسطين بيبقوا ملمسين على العمود اللي أنا هخلع منه البلية او الترس لما بلف السامولة اللي تحت دي للمفتاح كده بيبدأ المصمر ده يمشي معايا لقدام فلما بيمشي معايا لقدام الخسطين دول مع الثلاث خوص دول مربوطين بالمسامير اللي في الجنب دي فالحل الوحيد ان العمود ده ان المجموعة دي كلها تتحرك ان هي تسحب معاها البلية اللي هي ركن على الخوص معاها لبرا وبتزق العمود لجوه طبعا العمود جسمي ثابت في المطور فالحل الوحيد ان البلية او الترس يتسحبوا معايا لبرا هنشوف مع بعض فيديو واحنا بنفك طنبورة بتاعت مطور كهرباء بتاع رسالة عن طريق التجهيزة دي واللي هي اصلا مش مكلفة وانت لو جربت تعملها هتنفعك كتير جدا في ورشتك او في لو انت هاوي لو انت يعني بتصلح حاجة ولا كده او انت محتاجها في شيء عرضي يعني مش محتاج ان انت تشتري حاجة غالية دي هتنفعك في حاجات كتير جدا شوفوا معنا الفيديو ونتمنى ان هي تكون حاجة مفيدة ليكم ان شاء الله باذن الله ونشوفكم في حاجة تانية مفيدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعوا معنا الفيديو ونتمنى ان انتوا تستفادوا منه ونشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة